بنيت استراتيجية المياه في العراق إذبان الخمسينيات من القرن المنصرم وبنيت على فلسفة الفيضان جميع بناء التحتية للمياه هي مبنية لدرء خطر الفيضان لذلك نواجه صعوبة بالانتقال من مدافعين عن أو ضد الفيضانات إلى مصابين بيداء الجفاف وقلة الواردات المائية ما يدعيه الأتراك ليس بعيدا كثيرا عن الواقع مع تضخيم بعض الشيء لمصالح دبلوماسية السفيرة الأمريكية رومانسكي السياسية الدبلوماسية المحنكة تعي بالضبط ما يحتاجها العراق وشخصت مشكلة مهمة أننا للأسف نحتاج ولم ننجح في خلق فريق تفاوضي محنك في قبالة المفاوضين الأتراك بالتالي ما يدعيه الأتراك أن العراق لديه هدر في مجال المياه ولديه سوء إدارة المياه هو ليس بعيد كثيرا عن الواقع ولكي نتصدى لهذا الموضوع ونرد بشفافية وبواقعية اليوم العالم قرية صغيرة أستاذ علي لا يمكن أن نحجب ما يحصل في العراق عن دول الجوار أو عن الإعلام أو عن وسائل التواصل الاجتماعي بالتالي علينا كعراقيين أن نتحرك بمسارين بنظري كمختص الأول أن نشط الدبلوماسية المائية باتجاه أن نتبادل الملفات والمنافع والضرر مع دول الجوار وبذات الوقت وعلى نفس الوتيرة أن نعمل على تعديل بنانة تحتية وفي مقدمتها وسائل الري والتي طبعا اشتغلت عليها حكومة السوداني والحكومات السابقة ولكن في حكومة السوداني كان هناك تجديد على طرق الري الحديثة وحتى ربط السلف والقروض الزراعية وغيرها بقضايا الري الحديث أيضا على نفس الوتر هناك عمل على أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة المياه لتدويرها واستخدامها بسق المزروعات بالتالي إذا أتممنا هذه المشاريع سيكون الحجة الدبلوماسية للمفاوض العراقي أقوى من أن يتصدى لها المفاوض التركي دكتور إبراهيم ماذا عن إيران؟ الوضع يختلف لأن أذكر هنانا بالبرنامج أستاذ عوني ذياب الآن وزير الموارد المائية كان متحدث باسم الوزارة قال أنه لوصلنا من إيران صفر بالمئة يعني إيران الوضع شوية أصعب وياه نعم هناك نعم نحن حقيقة نتحدث عن الترجيح بين إيران وتركيا نتحدث عن كميات المياه التي تأتي من هذا الجانب أو ذاك الجانب الإيراني كميات الماء التي تأتينا تاريخيا هي أقل من تركيا بكثير ولكن في الاجتماع الأخير الذي قبل شهرين تقريبا صار في طهران والذي اشتركت في تركيا كان الحديث عن أننا كمنطقة كحوض أنهار نتعرض لحالة تغير مناخي وهذا التغير المناخي حقيقة جعل هناك شحف المياه فالإيرانيين مثلا يشتكون من أن المتساقطات المطرية لديهم قلت بالتالي هم مضطرين إلى تغيير مجال الأنهار واختزان بعض المياه وبالتالي فعلا ما يأتينا من مياهنا التاريخية من إيران انخفض بنسبة جدا كبيرة وهذا طبعا يشكل ضغط ونحتاج حقيقا أنا بس هاي النقطة وضح أستاذ علي بأقل من 30 ثانية أنا أتمنى على الدول المنطقة أن تقف بصف واحد تجاه تغيرات المناخ وأن نطالب المجتمع الدولي بالخسائر يعني تعويضات الخسائر التي نتعرض له بسبب تغييرات المناخ